بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحشر أخبر الله سبحانه وتعالى ما جرى بين الكفار والمنافقين من الأقوال الكاذبة والأحوال الفاسدة فقال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ألم تنظر؟ ألم تنظر إلى الذين نافقوا؟ نافقوا أي أظهروا الإيمان وأضمروا الكفر أضمروا الكفر والعداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه ومن كان معهم على مثل أمرهم من النفاق ماذا يقولون؟ هؤلاء المنافقون يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لليهود من بني النظير جعلهم الله إخوانهم لأنهم كفار مثلهم يقول المنافقون لليهود من بني النظير لإن أخرجتم من دياركم ومنازلكم وأجليتم عنها لنخرجن معكم ولا نطيع في قتالكم أحدا أبدا أرادوا بذلك أنهم لن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في قتال بني النظير وقالوا لهم أيضا إن قتلتم لننصرنكم أي لنعيننكم ولنقاتلن معكم فكذبهم الله عز وجل بقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هم كاذبون المنافقون كاذبون فيما قالوا ووعدوا إخوانهم اليهود الكفرة ثم قال الله عز وجل لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لئن أخرج بن النظير من ديارهم لا يخرج معهم المنافقون الذين وعدوهم بالخروج معهم من ديارهم ولئن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنون رضي الله عنهم لا ينصر المنافقون بن النظير ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وإنما قال الله ولئن نصروهم بعد الإخبار بأن المنافقين لا ينصرون بن النظير قال ذلك على الفرض والتقدير لأن الله سبحانه وتعالى نفى نصرهم فلا يجوز وجوده لا يكون هذا النصر لن يأتي المنافقون لنصرة بن النظير لكن إن قدر وجود نصرهم إن قدر ذلك ليولن الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون لو جاء المنافقون للقتال مع بن النظير سيهزمون جميعا لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين فهذه الآية دليل على أن الله علمه شامل لجميع المعلومات يعلم الله ما كان منها وما يكون ويعلم الله ما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون كما أخبرنا الله عز وجل في هذه الآية أن المنافقين لن يأتوا لنصرة بن النظير وأخبرنا الله عز وجل أنهم لو أتوا لنصرتهم سينهزمون ثم إن الله تعالى بين أن خوف المنافقين واليهود أن خوفهم من المؤمنين أشد من خوفهم من الله فقال الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم يا معشر المسلمين أشد مرهوبية في صدور اليهود من بن النظير يخافون منكم أكثر مما يخافون من الله يخافون منكم أكثر مما يخافون من الله الذي خلقهم والقادر على كل شيء القادر على إنزال أشد العذاب بهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك الخوف منكم بسبب أنهم قوم لا يفقهون لا يعلمون عظمة الله حتى يخشوه سبحانه وتعالى حق خشيته ثم قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور لا يقاتلكم بن النظير وجميع اليهود والمنافقون مجتمعين متساندين يعبدوا بعضهم بعضا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور أي حيطان يستطيرون بها لجبنهم لا يبرزون لحربكم إنما يقاتلونكم متحصنين بالخنادق والحيطان والدروب الدروب جمع درب وهو الباب الكبير بأسهم بينهم شديد عداوة بعضهم لبعض شديدة حربهم وقتالهم فيما بينهم شديد أما إذا قاتلوكم فلا يبقى لهم بأس تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تظن أن اليهود والمنافقين مؤتلفين وأن كلمتهم مجتمعة وقلوبهم شتى الحقيقة أن قلوبهم شتى قلوبهم مختلفة قلوبهم متفرقة هكذا أهل الباطلين مختلفة آراؤهم مختلفة أهواؤهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك التشتت بسبب أنهم قوم لا يعقلون ما فيه صلاحهم ثم ضرب الله مثلا لليهود فقال كمثل الذين من قبلهم قريبا مثل هؤلاء اليهود كمثل المشركين الذين كانوا من قبلهم في زمان قريب وذلك لقرب غزوة بن النظير من غزوة بدر ذاقوا وبال أمرهم ولا هم عذاب أليم نالهم عقاب الله على كفرهم به سبحانه وتعالى ولهم في الآخرة مع ما نالهم في الدنيا من الخزي عذاب مؤلم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ كَفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ مثل هؤلاء المنافقين مع بن النظير من اليهود في إغرائهم وخذلانهم إياهم كمثل الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفور أغراه على الكفر وزينه له ووعده على اتباعه إياه وكفره بالنصرة عند الحاجة إليه فلما كفر هذا الإنسان الذي أغراه الشيطان واحتاجه إلى نصرته قال الشيطان إني بريء منك تبرأ منه الشيطان وزعم الشيطان كاذبا قائلا إني أخاف الله رب العالمين ليس قول الشيطان هذا حقيقة إنما هو على وجه التبرأ من الإنسان هذا مثل ضربه الله عز وجل للكافر في طاعة الشيطان فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فكان عاقبة الشيطان وذلك الإنسان أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ذلك جزاء الكافرين أجارنا الله عز وجل من نار جهنم وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى والله أعلم وأحكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة